الحمد لله تقريباً يعني الحضور الكرام تقريباً أربعين فقيه يعني أتكون أنها تقريباً ما بين خمسة وثلاثين فقيه تل أربعين فقيه يعني داروا واحد العادة اللي هي عادة مغربية يعني قرأوا الحزب الراتبة أولاً وأذكروا الله آآ ثم قرأوا التفرق يعني التفرق ديال كما كان يدروا في العادة بعد ذلك تعشينا الحمد لله جان العشاء آآ آآ الخير ثم بعد العشاء الحمد لله راح ختمنا الخاتمة ودعينا فهذا المخيم ديال يعني ضوار يذوب له يعني جماعة تلك جند يعني ولد ضوار يعني مثلاً نديرو كل أسرة تيجي فيها جل الأفراد كل أسرة فرض أو لا جل الأفراد تيجي لهذه المخيم ضروري حيث الشعال ما يقدرواش يخليوا الناس لمسائل ديالهوم الأكسيبة ديالهوم المحل ديالهوم الأموال ديالهوم ما يقدرواش يخليوا الدوار كامل بشيجيها المخيم يعني النص جيل هنا بشي يعمر لنا هنا المخيم والنص بقايع استعلال مسائل ديال الناس والعيالات راك عارف يوء آآ يعني أشغا نقول لك تحت رعاية جلالة الملكة يعني محمد السادس نصره الله يعني الشهداء رحمهم الله جميعا رحمة الله عليهم جميعا الشهداء يعني هذي يعني السلكة درنها يعني مش درنها لها الدوار وإنما درنها للشهداء المغاربة يعني قاطبة درنها آآ لوجه الله وهذه السلكة درنها يعني لمغاربة كاملة سواء الاحياء ولا الاموات. ودعينا الاول الجلل الملك محمد السادس. ثم دعينا السلطة المحلية. ثم دعينا الحمد لله يعني الشعب اللي تضامن مع اخوهم. دلها الشي كيف يفرح. نقول له كيف يفرح يعني الناس تايبكو عوض محنام بكوهنم تايبكو يعني في بلسطن. الحمد الله هالتضامن يعني الناس لو رجعوا فيهم محشوة ديال الروح. يعني هالتضامن اللي داروا الناس فمع الجامعة الترابية اللي كانت يعني فاسمتوا هات. اسمتوا الحمد لله الناس ضامنوا مع الاخرين. يعني الناس فرحوا. وبعدها نقول له خمسين في الميات تلسسين في الميات الناس بعدها رجعوا فيهم شوية دلهم. الدعم النفسي والدعم الروحي الحمد لله. الله يجزيك بخير. والله هم لك الحمد هنا دابا الحالة مستقرة رغم الوفيات والجرحة والضمار ولكن الحمد لله نؤمن بقدر الله خيره وشره. وبغير نشكر الناس اللي سهموا بالمواد الغذائية وبنسبة الغطاء يعني الاغطية وبنسبة اللي كي يجيوا الاطباء باش يشوفوا الحالة ديال الناس الجرحة وكذلك كين الكسر كالفديع كين بزاف ديال الحالات ولكن الحمد لله دائما شكر لجلالة الملك والشكر لوزارة الداخلية والشكر لجماعة تلك جونت وأنا شخصيا من ساكينة تلك جونت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة